بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على أشرف الأنبياء والمساين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو الموضوع الثاني من موضوعات المنطق التي نتناولها في هذا المقرر وهو يتناول أقسام المنطق ينقسم علم المنطق إلى كسمين تصوري وتستيكي الكسم الأول هو التصوري أو التصور فحين نطلق لفظ الماء مثلا فإنه يتبادل إلى الذهن ذلك السائل الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة ويمكن تعرف التصور بأنه إدراك لشيء مجرد من حكم فعندما نأخذ كلمة ماء يتبادل إلى الذهن لكن يحتاج إلى تصوير ذلك الماء بأنه السائل الذي ليس له لون ولا طعم ولا رائحة القسم الثاني هو التصديق فعندما تسمع شخص ما يقول جاء زيته فإنه يتبادل إلى الذهن أربعة أشياء تصور زيت أنه شخص وتصور المجيء وتصور نسبة بين زيت والمجيء من حيث وقوعها هل يمكن يأتي زيت مثلا لو قال مثلا جاء صخر ويريد بالصخر الحجرة فإنه لا يتصور هذا إذن يمكن التصور الأول وهو أنه شخص ويمكن التصور الثاني وهو المجيء ولكن لا يمكن التصور المجيء من الصخرة القسم الرابع من هذه الأشياء الأربعة التي تتبادل إلى الذهن هو التصديق والإذعان إلى أن زيت قد جاء وهذه هي شروط تحقيق التصديق إذن لا بد من تصور المفردات كل واحدة لواحدها ومنفردة وهذا ما ساوب بينه هنا تصور زيت أنه شخص وتصور مجيء منه ثم تصور نسبة بين زيت والمجيء هل يمكن تقع عملها ثم التصديق والإذعان إلى أن زيت قد جاء وهذه تخضع للتكذيب كما أنها تخضع للتصديق لكنها سميت بأشرف الطرفين كما سبق يمكن تعريف التصديق بأنه إدراك النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول أو هو إدراك النسبة بين مفردين أو هو الإدراك الذي معه حكم والمراد بالإدراك هنا الوارد في التعريف هو وصول النفس للمعنى بتمامه من نسبة إلى غيرها وأول من قسم العلم إلى تصور وتصديق هو الفرابي العالم المشهور والذي قلنا أنه من أول من كتب في علم المنطق من وسلمين ومثال التصديق قولنا زيد كاتب فإدراك الموضوع هو زيد وإدراك المحمول هو كاتب وإدراك النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول تسمى تصديقا وقبلها إدراك تصور أو تصور إمكان أن يقع أو تقع الكتابة من زيد وآخر مرحلة هي إدراك النسبة الواقعة بينهما بأن نصدق ذلك أو نكذبه وينقسم العلم بكلا كسمين التصوري والتصديقي التصوري المتعلق بالمفردات والتصديقي المتعلق بالتراكيب والجمل إلى كسمين الأول العلم الحصولي وهو الذي المراد به هو سهل الحصول الذي يحصل الإنسان بدون تكلف وبدون تعب وبدون نظر وبدون فكر ويسمى العلم الضروري أو العلم البديهي وكلها مدلول لمعنى واحد فكلنا يصدق بأن الكل أكبر من الجزء مثلا وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الواحد نصف الاثنين ويعرف هذا العلم بأنه ما يدرك بديهة بلا تأمل القسم الثاني العلم الحضوري أو العلم النظري أو العلم الكسبي وكلها مدلول لمعنى واحد وهي التي تحتاج إلى إعمال الذهن والفكر على تفاوت بين الأشياء التي يعمل فيها الذهن والفكر فكلنا مثلا يتصور الروح ولكن ما هي حقيقة الروح؟ هذه تحتاج لها إلى نظر وإلى تفكير وقد يصل الإنسان إلى أنه لا يعرف الحقيقة ونصدق بأن الأرض كروية أو أنها ساكنة أو متحركة ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى نظر واستدلال وبحث ويعرف هذا العلم بأنه ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة فالعلم بوجوب النية أمر يحتاج إلى دليل لإثباته والديل هنا يؤتابه من الشراء الخلاصة أن هناك تصور بديهي كتصور النار وتصور النظري كتصور الجن والروح وهناك تصديق بديهي كتصديقنا بالنار حارة والسماء فوقنا مثلا وتصديق النظري كتصديقنا بالدنيا مخلوقة ولا ينسب أي من العلمين أي النظري والضروري لله سبحانه وتعالى علوا كبيرا وذلك لأن علم الله سبحانه وتعالى قديم أزلي يعلم بالأشياء لو ما كان منها وما لم يكن لو كان كيف يكون فهذا الكسمة أو هذه الكسمة إنما تنسب إلى المخلوق لأن علمه حادث وعلمه قاصر ولذلك يتفاوت الناس حتى في النظريات وفي الضروريات ما هو نظري بالنسبة لمثلا عربي عن كلمة من الكلمات كمثلا كلمة كتاب لو أتيت به إلى أكبر عالم وهو لا يحسن عربية وسألته عنه لا تأمل ودار رأسه استغرابا ما المراد بها حتى يعلم بأن هذه كلمة كتاب وهي معروفة جدا وكذا بالنسبة للتصديقات فما هو معروف للعالم الفلاني قد يكون يجهل مثلا عالم السنة يعرف عن تفاصيل علم السنة ما لا يعرفه مثلا الأصولي والأصول ما لا يعرفه الفقه وهكذا إذا يتفاوت علوم الناس وهذا لأن علم الناس يحدث شيئا بعد شيء أو علم الإنسان يحدث شيئا بعد شيء وأما علم الله سبحانه وتعالى فهو قديم وهو يعلم بما كان وما لم يكن وهذه إحدى المزالك التي وقع فيها المناطق حين ينسبون التصور والتصديق إلى علم الله سبحانه وتعالى وهنا سؤال مهم وهو لماذا يتفاوت الناس في معرفة الأمور بديهية الجواب أن هناك بعض المؤثرات على ذلك منها الغفلة فقد يكون الإنسان صاحب غفلة فصاحب الغفلة تخفى عليه أوضح الواضحات حتى وإن كان من أذكى الناس لكنه ما لا يكون في حالة غفلة أثناء الإدلاء بمعلومة فإنه يغفل عن ذلك ويفوته بذلك العلم في تلك الجزية الثاني العز في الذهن وذلك بسبب نقصان طبيعي أو مرض أصاب أو عارض أصاب أو تأثر ببيئة وتربية فاسدة الثالث فقد أحد الحواس الخمس التي هي من المحسوسات السمع والبصر والشم والذوق والذوق واللمس من فقد أحد هذه الحواس لا شك أنه يفقد من العلم بقدر ما فقدها وإن كان تعوض بوسيلة أخرى لكنه لا شك أن كل واحدة من هذه الحواس تؤدي إلى علم بفقدها يفقد ذلك العلم قال ابن سينا من فقد حسا فقد علما الرابع من ما يعرض للناس ويجعلهم يتفاوتون في فهومهم ورد الشبهة على العقل السليم وكل من التصور والتصديق هذا القسمان للعلم المنطق له مبادئ ومقاصد فأما مبادئ التصور ومقدماته فهي الكليات الخمس وأما مقاصده فهي القول الشارح ومبادئ التصديق ومقدماته هي القضايا وأحكامها ومقاصده هو القياس أو الاستدلال وستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى والله أعلم